فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في أسماء الله الحسنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق الله العظيم الحليم من أسماء الله الحسنة وورد في القرآن 12 مرة 12 مرة ورد في القرآن ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد معنى كلمة حليم مأخوزة من الحلم هو طبعاً يعني ذو الصفح أو مع الأناه الصفح مع الأناه وأيضاً الذي لا يستفزه غضب غاضب ولا يعني معصيته وعاصن فيامير إلى هذه الأمور الصفحة الأناه يعني يصفح ثم يتأنى يعني يصبر الأناه هو معنى الحليم يعني الذي لا تسرع في العقوبة يصبر لا تسرع في العقوبة وإنما يتأنى ويعني ده بشكل عام بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هو فعلاً أنه الحليم يعني الذي لا يعجل بعقوبة العباد تأتي هنا مرة أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم إذن وصابر عليهم وحليم حتى نقول حليم وكريم وألا ده في الحديث الشريف دائماً لا إله إلا الله الحليم والحكيم كان يعني إذا حل به كرب كان يدعو بهذا الدعاء وهو بهذا المعنى اسمه من أسماء الله التسعة والتسين اللي هو يعني بمعنى لا نقول بمعنى الصبور وده إن شاء الله سنفرق بين الحليم والصبور وإن كان الحلم يستلزم الصبر يستلزم طبعاً يستلزم الصبر لكنه ليس معناه هو الصور بينهما فروق إن شاء الله نتضرق إليها مستقبلاً طيب على ذكر الفروق يا مولانا ما الفارق بين الحلم والحلم الحلم بكسر الحق والحلم بضمط نعم وهذا يعني كثير ما يشتبه على الناس فعندنا حلم وعندنا حلم حلم ده هو الفضيلة من أو يعني الصفة من الصفات من الفضائل يعني المطلوبة للإنسان أن يكون حليماً حليماً جاي من حلم لكن حلم ده بمعنى الرؤية في المنام فأيضاً فأيضاً الاختلاف يكون في أصل الفعل ثم في المصدر ثم ما اشتق منه فمثلاً أصل الفعل بالنسبة للحلم اللي هو فضيلة هو حلمة ما نقول شي حلمة بالنسبة للفضيلة نقول حلمة الرجل حلماً فهو حليم يعني حلمة حلماً حليم الثاني بقى اللي هو الرؤية أن نقول فيها حلمة حلماً فهو حلم نسيبك من كذا إنما بالنسبة للإنسان الحليم نقول عليه حليم بمعنى أنه عنده حلم الثاني نقول عليه حلم لأنه عنده حلم شاف حلم أو شو طبعاً هذه اللغة العربية هو دقتها الشديدة في أنه يعني إذا تغيرت شكلة حرف المعنى يتغير طبعاً لكن الحلم بمعنى الصفح معناها إنه الحليم يتخلى عن معاقبة المخطئ لكن في مثل اللي احنا دايماً بنو ردده إنه من أمن العقاب أساء الأدب فزي نفهم هذه المفارقة؟ هذا الأمثال هي أمثال للناس وليست لله سبحانه وتعالى فمن أمن العقاب أساء الأدب في النسبة والبشر طبعاً وعقاب الله لا يؤمن يعني لا يمكن أن شخص عبد من عباد مؤمن يفكر في أنه سيفلت يوم أما من الأيام إما من العقابه ومن السواب فالعقاب والسواب لا يمكن يشك فيه مع أبداً حتى يقال هذا ثالثاً أنه المسيئين كما قلنا مثل المحسنين ببعض الصفات زي اللطف مثلاً فاللطف كما يشمل المؤمنين والصالحين يشمل الكفار والفسقة والعصاء أيضاً الحلم يعني وإن كان الحلم يختص بالصبر على العصاء وعلى المسلمين وعلى الكفر فلكن يعني يجب أن فرق دقيق لكن سهل إدراكه يعني هو الحلم إسقاط العقوبة إسقاط العقوبة فالله سبحانه وتعالى يعني صبر على الكفار وعلى الخارجين على حدوده في الدنيا وأسقط عنهم العقوبة لأنه أخر العقوبة إلى يوم القيامة في الفترة دي فترة إسقاط العقوبة في الدنيا هو حليم لأن الحليم إسقاط العقوبة لكن حين ينزل بهم أو ببعضهم العقوبة في الدار الآخرة يكونوا صبوراً لأنه أخر العقاب ففي فرق بين تأخير العقاب وبين إسقاط العقاب تأخير العقوبة أو إسقاط العقوبة فالحلم يتعلق بإسقاط العقوبة وليس بالتأخير لأن التأخير ليه إسم ثاني اللي هو حنتكلم عنه إسمه الصبور الصبور هو الذي يؤجل العقوبة فهذا معناها أنه معاملة الله سبحانه وتعالى للخارجين على الحدود سواء كان كفراً أو معصية أو كذا أو حتى ظلماً يعني هذا يسمى حلم لأن العقوبة مؤخرة إذا نظرنا إليها حين يعني تقع العقوبة بالفعل فإن ربنا نسميه الآن صبور ولما بنقول إسقاط العقوبة يا مولانا بنقول عند المقدرة بالضبط نعم مش إسقاطها عجزاً يعني إنه لو واحد إسقاطها عجزاً ده يبقى صحيح عنده مدانة يعني هذا من تمام تعريف حلم لأن الحلم أو الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة أو يسقط بالعقوبة عن مقدرة ده مشروط أولاً بأنه هو يعني عنده أنا وعنده صفحة وعن الشرط وأن يكون عن قدرة أما إذا كان عن عجز فهذا الاسم لا يستحب لكن هنا قد يتبدر سؤال يا مولانا على دهن البعض لما بنشوف أنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم مع كل البشر المؤمن منهم والكافر طيب ما الحكمة في أن يكون ربنا سبحانه وتعالى حليماً بالصهاينة برغم ما يفعلوه في قطاع غزة على سبيل المثال نعم هو أسقط العقوب عنهم مأقتاً إنما لهم عقابهم الذي يليق بإجرامهم الذي يرتكبونهم عن ناس وعما عبادة وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ العقاب فإنه أجل هذا العقاب أو أجل الامتحام بعد العام الدراسي طبعاً نأتي بقى للدرس الأهم في هذا النقاش دائماً وهو كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا اليقينية بأن من أسماء الله الحسنى الحليم كيف نترجم ذلك في أفعالنا وفي حياتنا؟ نعم هذا طبعاً واضح وهو التدرب على الصفعن الآخرين يصفح ويعفو يعفو ولا صفح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سيدة عائشة تحنت في موضوع المعروف وكان هذا الشخص الذي اتهم السيادة كان ينفق عليه سيدنا أبو بكر فأقسم أنه لا ينفق عليه بعد ذلك سبحان الله يعني القرآن نزل وكأنه ويعاتب وقلوا لا تكسم وألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنفق عليه مرة أخرى فإلى هذا الحد أن مطلوب من المؤمن أن يكون صفوحاً وغفوراً وأن يتأثر بهذه الأسماء وتدرب عليه وأن يكون حديثه للناس كما قلنا صدقة التبسم صدقة أيضاً ألا يعجل إذا أخضأ معه أحد إذا عاتبه أيضاً يعاتب اعتاباً رقيقاً لا يأخذ موقف منذ البداية وأنه لا يكلمه ولا يراه ولا يتصلي بالتليفون وخاصة إذا كان من الأهل أو كان مثلاً أخت أو كذا أو كذا فلنتنبه إلى هذا هذا يعني والذي يعني يساعدك في التدرب على هذا هو دراسة صفاته صلى الله عليه وسلم في سيرته ففعلاً دائماً يعني لو كل يوم الواحد يقرأ في كيف كان يغفر كيف كان يصبح كيف يعني كان حليماً حتى مع الحيوانات حتى مع الأطفال وحتى مع الكائنات إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما يحرم على المحاربين المسلمين أن يهدموا مبنى في جيش العدو وأن يقتلوا أعمى أو أن يقتلوا أقطع أو أن يقتلوا مرأة أو أن يقتلوا طفلاً أو حتى قالوا أن يقتل حيواناً إلا إذا احتاجه للأكل فقط وبقدر ما يحتاج أو يقتل أو يفرق نحلاً أو يحرق نخلاً شيء عجيب كل هذا في جيش العدو وقال كل ما لا يتصور منه مشاركة فعلية في حمل السلاح والقتل يحرم التصدي له الراهب في صومعته يحرم قتله أو التعرض له قارن بين قواعد القتال في الإسلام وبينما يحدث الآن في قطاع غزة القطاع غزة ويحدث الآن كل ما كل الحاجات يعملوها بالضبط وإكتر عملوها أكتر طبعاً يعني تعقب النفار يعني يزعجوهم أو يعني لازم يطلعوا ويخوفوهم ولما يطلعوا لق مسائقها يعني خلاص أصبح الصائد مستريح وهو يصيد الصياد وطبعاً أطفال نساء رجال مرضى لا يهم مساجد مستشفيات مساجد مستشفيات جامعات بيوت وأحنا حقيقة أنا بأشوف هنا كثيرين من الطلاب والطالبات اللي هما عندنا ساكنين في المدينة الجامعية من فلسطين وكثير منهم بيجي البيت انهدم على كل الأسرة طبعاً هدم كل الأسرة في بعض الفارين منهم بيرجوني أن أنا يعني أشوف الفارين دول ويعني أجد لهم مسكرة والحمد لله يعني بن سعد في هذا إنما يعني محال تلميزة هنا مثلاً في كلية الضب في كلية العندسة في أي كلية من كلية ويأتيها الخبر بأن أهلها دمروا في لحظة نفسي تتبقى الزائدة وتكمل تعليمها الزائدة يعني ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكراً جزيلاً لكم على هذه النفحات النورانية شكراً جزيلاً وأحبائنا الكرام نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم في حلقة مقبلة مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته